اليوم في وصفة جديدة سنحضر معكم وصفة مخمار بطبوط ملوي او ملوي بطبوط هنا كيباليكم عندي زلافة دي الفينو انا عبرت بها زلافة انا عبروا بالكاس او زلافة عندي هاد زلافة شوية كبيرة عبرت بها الكمية اللي عندي لتقيق الفينو هنغرب الكمية اللي عندي كاملة كيما كتشوفو هنزيد الى كاس دي المدافي وكاس دي الحليب دافي او ممكن تديرو جوش كيسان دي الحليب دافي او جوش كيسان دي الماء دافي ننخلط الكمية اللي عندي دي 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 دقيق الفينو مع الماء دافي و الحليب دافي نخليها حد خمسة دقيق منع خمسة دقيق تلاعشرة دقيق ك ما كتعرفو الدقيق الفينو تيكون شوية قاصح نجدها ترتاب واحد شوية بعد ما خليتها خفصة دقيق عندي هنا زلافة دقيق الفورس بالزلافة اللي عبرت بها دقيق الفينو قدرت زلافة ديال دقيق الفورس وزت نصف زلافة هذي اللي كان عبر بها زت ديال دقيق الفورس بلقطات قطعت لها ديال نصف زلافة ما صورتهاش يعني زلافة نصف دقيق الفورس يكون أكثر من دقيق الفينو بعد ما نغرب الكمية اللي عندي ديال دقيق الفورس كاملة اللي عندي انتوا ما عبروا باش ما بغيتوا تعبر اللي عبرتوا بيد دقيق الفينو عبروا بيد دقيق الفورس بعد ما غربلتوا هنزيد سشي ديال خمارة ديال حلوة وزن سبعة جرام خمارة وحدة وغنزيد الخميرة الفورية او المجونة تقريبا معلقة معلقة كبيرة معامراش وغنزيد الملح حسب الضوق سكر الساني داء معلقة السكر الساني داء او معلقة العسل وكلكم تديروا العسل والملح حسب الضوق وغنزيد الملح بالماء تدريجيا او معلقة العجينة ممكن لكم تعجنوها باليد احسن انتم ما كتشوفو كيفاش تعجنات كيفاش غسويني العجينة نوريكم العجينة كيفاش كتجي القوام ديالها انا التعمد نوريكم مضل لقطة ممكن لكم تعجنو بالايدي ديالكم كما قلت لكم انا ما كاش عندي الوقت حانتم ما شوفو العجين كيفاش كيكون القوام دياله كيتلصق متخافوش من نوخة كيتلصق متخافوش من نو حانتم ما شوفو كيفاش كيكون العجين ما خصش العجين يكون قاصح عند هل الايدي ديالي بشوي ديز وعند هل الملغ ندير فيه العجين ونخليها تختامر اضاعف الحجم ديالها هنتو ملعجين كيفاش كيكون ضروري سيكون العجينة بحلوك مقاس هاش وف نفس الوقت مخفيفاش بزاف انا ما غاسبقاش حالكو كتلصق هنخليها تخمر تقريبا نحط خمستاشر دقيقة ونغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليها تخمار اتمنى تجربوا هاد البطبوط ملوي او ملوي بطبوط كيجي ارتب وشيش لان الحالي بليدرنا فيه هو اللي كيعطيها هادكو احسن من الملوي وهاد الملوي بطبوط بسرعة كيوجد انتو ما شوفوا العجين بعد ما اتضاعف لي العجين ناخدوها نديرو كويرات متوسطة الحجم حسب الاختيال من احسن الكويرات متوسطة كيجيوا احسن مقبار مصغار انتو ما شوفوا العجين نخرج منه الهواء ديال الخاميرة نفك فيش كيكون كيكون القاوام ديالو الفيديو شارح نفسه عند هنصينية بالزيت كيكون القاوام ديالو كويرات متوسطة مرة مرة عند هل ايدي ديالي بالزيت اي شوية مشي بزاف باش مديش العجين كلها زيت على هذا الشكل كنت هنوم شوية زيت من الفوق باش متكونش لينقشرة على العجين على وجه الكويرات في نفس الوقت كنكوروهم في نفس الوقت كنقرسوهم وفي نفس الوقت كنطيبوهم في المقلات الساخينة يعني ما كنخليهم ليختامروا بسرعة كيوجدوا نخليكم على الكمية حتى نكملها ما تنساوش تدهنوا الكويرات من الفوق او مكليكم تغطعوا الصينية بالبلاستيك الغدائي نخليكم على الكمية بعد مسارية الكمية اللي عندي ديال العجين عندي الزبدة مدوبة من الاحسن تدوبوها وتحييضوا من نادك الحليب اللي تكون فيها هنا عندي دقيق الفينو اللي غرش بيه مع معلقة ديال الميزينة او النشا انا مدرج الخميرة هنا في دقيق الفينو اللي غرش بيه لان العجين فيها الخميرة الحلوة فيها خميرة معجونة او فورية اكيد لاش نديرو الخميرة هنا يا معلقة ديال النشا او معلقة ديال دقيق الفورس واندهن السطح العامل وانبدأ باول كويرة بديت انتم ما شوفوا العجين كيف كيف يولي مطلوق ما غاي صعب شعريكم باش تصرحوه هنا اقره ما كان نورقهاش كيمان الملوي اللي كان ورقوه مزيان هنا غير كان نصرحوه غير شوية واندي هنا بزيت وزوية الزبدة ورش بالان魁ضة وويصة أود قاقه فينو كما كتشوفهو رانيما ورقجش مزيان الملوي كيبغيتو veteran قتور blindness كمية كمية عجين كمية كمية تمنى تجربوه ويعجبكم كما كتشوفو ترتلي بحل المسمى العادي المربع اللي كنديرو دائما المعتاد هنعاود كويرا كان سرح الكويرا عندنا كان في نفس الوقت كان ورقة غير شوية ماشي بزاف غير شوية كان سرح العجين كان رشو شوية الزبدة اي زبدة عندكم ممكن تستعملوها زبدة حيوانية او نباتية وكالرش تقاقل فينو وكالربعها على شكل مربع حتى غنكمل الكمية اللي عندي نخليكم مع الكمية اللي عندي حتى تكمل وما تنسوه ترشو بدقائق كل شي كيعرف هاد المسمن مربع نتكلم مع المبتدئات هاد الشرح سيكون المبتدئات نخليكم مع الفيديو وشارح نفسه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هاد الشكل مربع نلخل نكمل الكمية اللي عندي بعد ما كملت الكمية اللي عندي ناخذ اول مربع ننسرحه واحد شوية ونجمع الجوانب ونجمعها على شكل كموسة ونجمعها على شكل بطبوط ملوي بطبوط ملوي بطبوط في الأول ملوي سمن وفي الأخر يرجع بطبوط كما شفتوا نعود معكم أحد أخرى نسرحها غير شوية ونجمع الجوانب من الفوق ونجمعها على شكل كموسة بسهولة نجمعها معكم سهلة على هذا الشكل ونجمعها 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 نسرحها ونجمعها من المحضات ونجمعها ونجمعها ويجمعها سهل الطريقة سافي كمية الكمية سوف نرقها ثم نرقها سوف تنفخ سوف نستخدم المقلات سوف نقص النار متوسط شي طيب على خاطره هانتما كيفاش كيجي كيجي ارتب ومديد كنتمنى تجربوها وتبرتجو الفيديو مع الاهل والاصدقاء وديرو جامل الفيديو والسلام عليكم